اشتركوا في القناة انه في واحد بسمع الحلقة تاعتي وبروح بسجلها فورا هو بصوته وبحكي انه هاي التوقعات توقعاته ولدرجة انه فينا صاروا يجيوا وقولوا لي انك انت بتسرق منه اولا انا بنزل توقعاتي يا جماعة الخير على اليوتيوب بتنزل في نفس الوقت الساعة خمسة بتوقيت الوردن بتوقيت جرينتش عشان يعني شوي هيك انه هادا الساعة تنتين تنتين اه تنتين بتوقيت جرينتش يعني بتوقيت الوردن على الخمسة في دول على الستة في دول على الاربعة ايك يعني بتقول بس انا لما بشيرها على الفيسبوك على البيج تبعتي على الفيسبوك بتتشير بعد مرات على العشرة بالليل على الحداش بالليل على التسعة بالليل على حسب أنا لما بكون فاضي وبشيرها فهي بتنزل على اليوتيوب في نفس الموعد بس على الفيسبوك ما تنزل في نفس الموعد فالجماعة اللي بتابعوا على الفيسبوك ومش عاملين اشتراك على اليوتيوب أو اللي بدخلوا بتابعوا على الفيسبوك بيجبوا لك آه نزلها على 11 عشرة كزرم ينزلها قبلك فياريت أنت تنزلها قبل فيا جماعة الخير والله أنا مستعدة نزلها على 6 صبح ونزلها 12 بالليل نزلها أول مبارح ونزلها الأسبوع الماضي وإذا بدكوا أسجل للكوا إياهم التوقعات هذولة كل أسبوع يعني أنا بسجلهم أساسا ما هو المشكلة أنه هذولة بتسجل الحلقات عادة يعني يوم الخميس يعني خميس على جمعة أنا بسجل الحلقة الحلقات كلها تاعت الأسبوع بعد مرات لما بنزنك بالوقت ويكون الجهاز يعني شوي غضبان علينا وزعلان مننا وفي نفس اللحظة بيكون الوضع مش مناسب عندي صحيا فأبطر أني أنا قبل ب3 أيام أسجلهم أو قبل بيومين أسجل الحلقة وأرفعها وهي بتنزل بموعدها يعني أنا مش قاعد أني بنزلها في نفس الموعد في نفس الموعد هو يعني أنا بقول له خلاص نزل الساعة 5 فهو بنزل الساعة 5 وخلاص اسمها هيك يعني هاي خاصية موجودة على اليوتيوب اللي لهم قنوات بيعرفوه حتى على الفيسبوك أنا كنت أنزل الساعة 12 بالليل مثلا نفس الإشاء ويطلعوا على الإذاعات ويسجلوها يوتيوب وعشان هيك أنا بطلت أنزلها كتابي صرت أسجلها على أساس أنه أنا أضمن حقي طلعت أنا لا أضمن حقي لا في كتابي ولا بالتسجيل وصلى الله وبرك يعني اللهم صلي على محمد ماشي يا جماعة الخير فعشان هيك يا جماعة يا حبايبي اللي مشتركين على الفيسبوك وحابين يسمعوا توقعات أبدر بعينهم الله يدخلوا الساعة خمسة خمسة ونص يعني ستة بتوقيت الأردن بلقوها موجودي والله موجودي على الخمسة دايما تنزل على الخمسة يعني أنا ما أعرف ليش جماعة بتتعب والله هدول اللي بسرقونهم بتتعب ويوحد بده يسمع ويكتب ويفرغها ويرجع يسجلها لدرجة أنه حلف لي يمين أنه حرفيا يعني اللي سمعها مراقبني واللي أنا مراقبك مراقبك حرفيا أنت بتنجل عنه للمشكلة أني أنا عمري ما سمعت فيه بعرفوش أقسم بالله ما بعرفو ولا مر علي ولا سمعت فيه يا عمي أنا بتابعش حد والله ما بتابع حد أنا دي بده تابع بتابع ناس أستفيد منها ما بتابع أتعلم منها ما بتابع حد عشان أشوفه شو حكاه وأقول أنت قد فيه إلا إذا كان نصاب يعني وحدا حكالي أنه فلان نصب علي بكذا كذا وحكالي القصة وأعطاني إثبتاتها فهذه كل اللحظة يعني بطلع بعطي اللي فيه النصيب نوع من أنه يعني دير بالك يعني النصب حرام يعني ومننقذ غيره أنه يوقع في نفس الشغلة وصحيح أنها الشغلة هاي أوجعت راسنا للفترة الماضية بس يعني الحمد لله رب العالمين نعمل خير وبنرمي فيها البحر وربنا يقدرنا أفعلها الخير خلينا نروح على توقعاتنا عشان ما نطول هسا بطلعوا جماعة اللي أنت رغاي وبتحب تحكي وتبرم وتطول بالحكي يا جماعة الخير والله إلي زمان ما حكيت مع الناس اللي بتحب تسمعني اللي بتحب الرغي تاعي فأضوه والله زمان ما حكيت معهم فاسمحولي يعني بين فترة وفترة هيك أرغيلي شوي يعني بعد إذنكو يعني علما إني بس أجللكو قاعد في قصيدة لها دول الجماعة خرافية كتبت خص نص عشانهم خلينا نروح على توقعاتنا عشان ما نطول بالرغي سامحوني على الإطالة طبعا اليوم توقعاتنا اليوم السبت عشر نيسان القمر موجود بالحوت بدو ينتقل للحمل طبعا هو موجود في منزلة الرشا هاي المنزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح ورح يمكث فيها لغاية الساعة أربعة واحد عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش من صباح يوم السبت بعدين بنتقل القمر الساعة عشر يعني يوم عشر الشهر زي ما حكينا من الحوت للحمل الساعة أربعة واحد عشر دقيقة صباحا بنتقل من المنزلة هاي للمنزلة اللي هي الشرطين هو بكون بما انه دخل على منزلة الشرطين في هذا الوقت اللي هو أربعة واحد عشر دقيقة بتوقيت جرينيتش بكون فعليا دخل برج الحمل ولكن لسا بكون فترة خلوه ومسار طيب منزلة الشرطين هاي جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا من الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد جيدة لعلاج الأسنان والعمليات الصغرى وتقليم الأظافر وحلاقة الشعر طبعا القمر زي ما حكينا بما انه موجود في الحوت واحنا منبث الحلقة زي ما حكينا ساعة خمسة بتوقيت الأردن يعني للصباح في مدى طويل لوجوده بالحوت فالتأثيرات بتظل موجودة على جميع الأبراج انها بتظلها الفترة هاي تلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة منشعر بالضياع وما مننجح بالتركيز على موضوع معين منتدمر ومنكشف عن متاعبنا للغير منجد صعوبة في اتخاذ القرار الحاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزوا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة بنقع في حبائل الغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى وشراء الزهور واختناء آل التصوير زي ما حكينا احنا من موعد بث الحلقة ما كان في خلو المسار خلو المسار ببدأ من منتصف الليل بتوقيت جرينيتش يعني الساعة 11 و 47 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش اللي هو عند منتصف الليل بتوقيت الأردن لو حكينا ساعة 3 إلا 10 صباحا الآن بيستمر خلو المسار لغاية الساعة 6 و 11 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش اللي هو من صباح يوم السبت بعدها القمر بنتقل وبصير تماما هو موجود بالحمل وبلش يشكل أول زوايلة له فعشان هيك فترة خلو المسار هاي هي فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بالإكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طيب حكينا أنه ساعة 6 و 11 دقيقة القمر بصير بالحمل تلقائيا منلاقي الطاقة تاعتنا اختلفت جميع الأبراج طبعا وبصير في هاي الفترة أنه نشعر بطاقة كبيرة للعمل ومنكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا وممكن نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هاي الفترة إن أقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها النفق الدبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدواني في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك ويمكن شراء معني لتجربة الحظ ولكن يعني كي ورقتها نصيب ولكن أنا ما بنصح فيها لأنه الزوايا ما زالت لسه مش بالشكل القوي ولكن هذه الفترة تنفع لقصة الشعر أو إقامة حفل ما وبما أنه القمر في مراحل الانحصار للهلال فمنقول أنه الفترة هاي مش لقصة الشعر بشكل يعني قوي جدا إنها تكون أنا بفضل دائما مراحل نمو القمر هي الفترات المناسبة لقصة الشعر أكثر وخصوصا القمر لما يكون موجود في الأبراج المائية غير برج الحمل يعني في برج الثور ممتاز في برج السرطان في برج العقرب برج الحوت ممتاز جدا لأمور قصة الشعر حتى في الميزان اللي هي الأبراج اللي بتعتمد على الجماليات أكثر أو اللي عندهم حس الجمالي أكثر الأسد بيزبط فيها عملية قصة الشعر ولكن هو القصة الشعر التجميلي زي صبغة حنة أشياء زي هيك عشان البرج هذا بحب الظهور أكثر أو مميز في عملية الإشراقة فبتنفع في فترة برج الأسد للتزيين أكثر طيب علمناكم كيف تستخرجوا الفترات الجيدة لقصة الشعر بتنقل القمر بالنسبة طبعا للزوايا الفلكية طبعا القمر في بداية دخوله بكون محترق محترق يعني ما بشكل زوايا فلكية بشكل مباشر هو بشكل زوايا منفصلة احنا بنسميها ولكن الزوايا اليوم هي زاويتين بطيئات اللي رح يتشكلوا الأول زاوية هي زاوية التزديس إيجابية بين عطارد وبين زحل وهي رح تكون في تمام الساعة ثلاثة مساء بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور وهي زاوية مناسبة للعمل الفكري والمقاومة الجسدية مقاومة للأمراض أو اللي ببنوا عضلات أو أشياء زي هيك أو تغذية في هذه الفترة منصير من نتصرف بحكمة أكثر ومن ثابر في أعمالنا ومشاريعنا الوقت برضو بيكون مناسب لتنفيذ أعمال فكرية بتتطلب التركيز أو لإنجاز مضاربات عقارية أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية التزديس إيجابية برضو بين الزهرة وبين نبتون وهاي رح تصير الساعة خمسة واثنين وخمسين دقيقة مساء بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول بتجذب الآخرين إلنا بتجلب برضو هاي نوع من أنواع السعادة العاطفية والفنية وبسمح لك بتحقيق بعض المشاريع المهمة وبما أن الزهرة ونبتون وحكينا أنه في الحمل الزهرة ونبتون برضو إلها علاقة بالتجميليات إذن معناته هيك رجحة الكفة لا عمليات التجميل أو التزيين أو الاهتمام بالتجميل إجمالا بكل أنواعه طبعا بما أنه القمر موجود بالحمل معناته خلوة المسار القادم رح يكون يوم الاثنين اتناعش اربعة بيبدأ في تمام الساعة اتناعش وصد دقائق ظهرا وبيستمر حتى تمام الساعة خمسة وثلاثة واربعين دقيقة مساء لا ينتقل بعدها القمر لا برج الثور أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر ما زال انحسار الهلال سبع وعشرين يوم في تمام الساعة ثنتين وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بيصبح ثمانية وعشرين يوم نسبة الإضاءة بتصير ما بين ستة وخمسة في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم تسعتاش اربعة سعيدة بنسبة عالي جدا 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 يعني بتصل لا مية في المية بالنسبة للقمر في الحوت وفي الحمل في مراحل وجوده في الحوت يعني لغاية ساعات الصباح بيكون القمر منتحس بالنسبة خمسة وعشرين في المية يعني ما بين خمسين بيبلش من الموعد بث الحلقة بيكون خمسين في المية منتحس ولكن كل ما اقتربنا للصباح بتنزل الدرجة لا تصل لغاية خمسة وعشرين في المية الساعة ستة صباحا بتوقيت جرينيتش بيصير القمر سعيد بعد الانتقال للحمل وبيصير نسبة السعادة تبعته بتطلع لغاية ستين في المية يعني بتبلش خمسة وعشرين في المية سعيدة وبعدين تصل لستين في المية مع ساعات الظهر تقريبا أما بالنسبة للعطارد في الحمل حتى يوم 19.4 سعيد بنسبة 30% الزهرة في الحمل حتى يوم 14.4 سعيد بنسبة 45% المريخ في الجوزاء حتى يوم 23.4 سعيد بنسبة 15% المشتري في الدلو حتى يوم 13.5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 23.5 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% أما بالنسبة لنبتون في الحوت حتى يوم 25.6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 27.4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بيظل التعب مسيطر عليكم حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح بتبدأوا فترة أفضل بتعيد لكم نشاطكم المفقود ولكن بتكونوا تحذروا من مزاجكم وعصبيتكم وكلامكم أثاء التعامل مع الغير ولكن إجمالا الأجواء إيجابية ودعمة لكم وبتتحسن بشكل ممتاز جدا برج الثور طبعا اليوم بتكن تنتبهوا لأنه كل اللي بتشعروا فيه من الآن لغاية ساعات الصباح ما بين النشاط ما بين الأصدقاء والاتصالات والحوارات ومساعة الأصدقاء لإلكم مع ساعات الصباح بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم بتكونوا تحذروا من الدخول في مناقشات أو جدال مع الأصدقاء هاي الفترة صعبة شوي ممكن تتطور للأسوأ إذا ما انتبهتو برج الجوزة حافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها قبل ساعات الليل يعني كلها من الآن لغاية ساعات الصباح هاي كلها بتكونوا تتمموا فيها أعمالكم في ساعات الصباح بتلتقوا الأصدقاء ولكن بتكونوا تحذروا من الاندفاع والتهور برج السرطان من الآن يعني من الآن اللي بيتقدم لا امتحان لغاية ساعات الصباح أو مقابلة بدوا يستعد بشكل جيد أما في ساعات الصباح بتنشطوا في الاتصالات وأمور العلاقة بالسفر البعيد برضو بتنجحوا في أمور العلاقة بالمحافظة على مصالحكم الاجتماعية انتبهوا أثناء تنقلاتكم انتبهوا لأوراقكم أمتعاتكم خصوصا أثناء القيادة والتنقلات برج الأسد في ساعات الليل يعني من الآن لغاية ساعات الصباح هتفحصوا حساباتكم المشتركة وامتنعوا عن أي خطوة مالية جديدة مع ساعات الصباح طبعا بتنشطوا في أمور كثيرة العلاقة بالاتصالات البعيدة التواصل مع أشخاص خارج البلاد الاهتمام بأوراق العلاقة بالسفر حتى على المستوى العاطفي الأجواء جيدة جدا ولكن لا داعي ما في داعي للمجازفات أو الإهمال في العمل أنه ممكن تتعرض لبعض المشاكل في العمل في هذه الفترة برج العذرة بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم حتى ساعات الصباح في ساعات الصباح بتنهمكم في عادة تنظيم أموركم المالية المشتركة بحذركم من النزاعات مع الشريك أو الحاطفة أو المنزل أو العمل يعني الشركة تحديدا أهم شيء أنه تحاولوا تسيطروا على انفعالاتكم عشان ما تكبر المشاكل من الآن ولغاية ساعة الصباح واصلوا عملكم اللي بدأتوا فيه من قبل وما تبادروا لعمل جديد في ساعات الصباح بترغبوا في تعزيز شراكاتكم يمان بتكن تنتبهوا من النيران أو الجروح أو الالتهابات على أنواعها انتبهوا على صحتكم طاقتكم بتكون بالفترة هاي ضعيفة انتبهوا من النقاشات والخلافات بالفترة هاي برج العقرب طبعا بتظل العاطفة قوية لغاية ساعات الصباح وبيبتميلوا لأحبائكم وللتجاوب معاهم أو هم يتجاوبوا معاكم طيل ساعة الليل ولكن في ساعات الصباح بتكن تنتبهوا كثير لصحتكم أو لا ممكن تهتموا لمعض المسائل الصحية بيغلب عليكم الطابع العنيف أو العصبية وخاصة مع الأحبة أو الأولاد لازم تنتبهوا وتحذروا برج القوس اتجنبوا ادخال أي تغيير جذري على مسكنكم في ساعات الليل أما في ساعات الصباح بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم ولكن لا تفتع الخلاف في المنزل أو مع أحد أفراد العائلة لأنه مزاجك شوي بيكون حاد وعصبيتك ممكن إنها تفلت منك ما تقدر تسيطر على نفسك فعشان هيك تكون حذر برج الجديد اللي بيتقدم لامتحان بده يركز بشكل جيد من الآن لغاية ساعات الصباح وانتبهوا أثناء تناقلاتكم وأثناء نقاشاتكم من العصبية في ساعات الصباح بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية بتكونوا شوي عصبيين أو عدوانيون ممكن هذا يسبب لك هيك نوع من أنواع الخلافات أو سوء التفاهم على مستوى العائلة كما بدك تدير بالك من الحذر أو أثناء تنقلاتك وبرضو أثناء العصبية برج الدلو من الآن ولغاية ساعات الصباح بتكون تتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة خففوا من النفقات صحيح الفترة من الآن للصباح فيها فرص مالية ولكن بتكون تنتبهوا من المصاريف لأنها بتزيد في ساعات الصباح بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومن المحتمل أنه يعني لعاني البعض منكم من بعض النزاعات مع رفيقه أو رئيسه في العمل أو الزوج لأسباب تعود لأمور المالية أو لأمور التبذير برج الحوت من الآن برضو لغاية ساعات الصباح أنتوا نشيطون مع هيك ما تبادروا لعمل جديد بل واصلوا ما بدأتم فيه من قبل في ساعات الصباح بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم في بعض المكاسب أو الحلول المالية اللي ممكن تصير خلال هذا النهار ولكن بكون مزاجك شوي فيه هيك نوع من أنواع العصبية أو المزاجية أو بتحس بنوع من الزعل بتكون قليل الصبر وهذا الإشي ممكن يسبب لك نزاعات مع محيطك الأجواء إيجابية وقوية ولكن برضو بدك تمسك حالك ما تخلي مزاجك يسيطر عليك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء